السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الثالثة المحاضرة الثالثة في مادة دراسات تجارية باللغة الانجليزية الفرقة الثالثة دكتور محمد عبد الرسول عنوان المحاضرة او معامل ارتباط يعني معامل ارتباط طيب معامل ارتباط احنا اخدنا المرة اللي فاتت في المحاضرة السابقة او ارتباط بيرسل وقلنا ارتباط بيرسل بيستخدم في حالة الدياتا الرقمية النيومريكال داتا او المتغيرات الايه الكمية النهاردة هناخد نوع تاني من معامل الارتباط وهو او معامل ارتباط الروتابل سبيرمان ده بنستخدمه في البيانات او البيانات الوصفية البيانات الوصفية على اكثر مثال للبيانات الوصفية هي الدياتا او البيانات الترتيبية زي ايه زي الجريز اللي هي تقديرات الطلاب تقديرات الايه الطلاب اللي هي ضعيف وجيد وجيد جدا وامتياز وهكذا طيب عشان اعمل معامل ارتباط بامشي خمس خطوات بامشي كم خطوة خمس خطوات اول حاجة هو اسمه ايه معامل سبيرمان رانك يعني ترتيبي يعني الاول حاجة برتب انت هيبقى عندك ايه 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 يبقى رانك زي يعني برتب القيم بتاعة الاكس بتاعة المتغير الايه يبقى برتب الاكس وبرتب زي يرتب بدي قال لتقدير القيمة او الرطبة كامل رانك وان ثم اللي بعديه تو ثم اللي بعديه سري وهكذا لغاية لما اوصل لاخر التقديرات يعني لو انا عندي التقديرات بتاعتكم هياخد وان ويك تو باص اللي هي مقبول هياخد سري جود فور فيري جود فايف اكسلاند سيكس يبقى دي الترتيبات يبقى انا برتب ترتيب تصعود اقل تقدير بتديره واحد واعلى تقدير بتديره القيمة الاخيرة خلاص كده بعد كده بعمل ديفرنس بتوين رانج اكس رانج اكس اند رانج كواي يعني بجيب الفرق بين الرانج اكس والرانج كواي واسميه دي يديه ده عبارة عن ايه رانج اكس ماينس رانج كواي يعني بشوف كل تقدير الرانج بتاع الاكس بكام والرانج بتاع الواي بكام واطرحهم من بعد بعد كده لو انا جمعت الرانج الديفرنت ديت هتطلع شيء طبيعي هتطلع زيرو طيب انا عشان اتخلص من الزيرو ديت بعمل تربيع للدي يبقى سكويرت دي سكويرت ايه دي يعني ربع الايه الدي سكوير يعني اعمل ايه بعمل مجموعة دي سكوير يبقى الخطوات تاني الاربع خطوات الاولين رانج اكس رانج واي بجيب الديفرنت بين اكس وبالرانج اكس ورانج واي بربع الرانج اللي اللي دي وجمع الدي سكوير يبقى احصل على صم دي سكوير طيب القانون بتاعي شرطة كسر يبقى الواحد ده الواحده والشرطة الكسر دي كلها على بعضها تحسبها سكس سم دي سكوير المقام بتاعي على ان افتح قوس ان سكوير ماينس واحد يبقى تاني الارب تساوي واحد لوحده ماينس سكوير على ان افتح قوس ان سكوير ماينس واقفل القوس خد بالك الكسر ده كله يتجاب لوحد واطرح منه واحد احصل على الار طيب انا عندي الجريز بتاعتي فيري ويك يعنيها ضعيف جدا ويك معناها ضعيف باص معناها مقبول جود معناها جيد فيري جود معناها جيد جدا واكسلاند معناها امتياز عشان لما نيجي نحل التمريك ناخد كالكوليت زا كورليشن بتوين ستوتينت جريت ان ماس ان استاتيستيك يعني هو بيقول احسب الكورليشن بتوين استاتيستيك والاي والماس لستة طلاب الماس الطالب الاولاني جاب very good والطالب التاني جاب good والطالب التالت very good والرابع excellent والخامس good والسادس pass ما عدى يعني مقبول في الاستاتيستيك او الاستات الطالب الاولاني جاب good وباس والتالي جاب very good الرابع excellent very good طيب لو قرينا كده معناها ان الطالب الاول حصل في الماس على very good والاستاتيستيك good والطالب الثاني حصل في الماس على جود والاستاتيستيك باس. والطالب الثالث حصل على الماس فيري جود والاستاتيستيك فيري جود برضو. وال obsolete والطالب الرابع حصل على ال الفي الاتنين اكسلان والطالب الخامس جود والآب السادس باحس و جود. طيب. احل ازاي? هاعمل جدول في الماس اللي هو الاكس والاستاتيستيك اللي هو الواي. طيب. وحط very good good very good excellent good pass. الواي هحط فيه good pass very good excellent very good good. هعمل اربع عامدة في الجدول. عمود للرانك اكس وعمود للرانك واي وعمود للدي وعمود للدي سكوير. خلاص? طيب. هعمل رانك اكس الاول. امسك كل variable على حدة. يعني بعمل رانك اكس الاول. اقل تقدير في في الاكس هو very good وجود وvery good وexcellent وجود وباس. اقل تقدير هو الايه? الباس هتدي له رقم واحد. يعني الردبة الاولى. طيب. نيجي للتقدير اللي بعد الباس ايه? جود. كم طالب حصل على جود? اتنين. معناها ان الاتنين دول لازم رتبهم. يعني هم لازم اديهم ردبة واحدة. تمام? فالطالب الاولين هيحصل على اتنين والطالب التاني هيحصل على تلاتة. يبقى اتنين زي التلاتة. يبقى يكني برتبهم اتنين وايه? وتلاتة الاول. وبعدين اجمع الاتنين. الرتب الاتنين الجود والرتب الجود. يبقى اتنين وتلاتة خمسة على اتنين اتنين ونص. يبقى في الجود اتنين ونص. والجود اتنين وايه? ونص. اخر رتبة وصلت لها كام? تلاتة. تمام? طيب. يبقى الرطبة اللي بعدها كام? هتاخد كام? اربعة وخمسة. اربعة وخمسة لان في طالبين حصلين على كامسة. اربعة وخمسة يبقى اربعة ونص واربعة ونص. خلاص? يبقى اربعة وخمسة تسعة على اتنين اربعة ونص اربعة ونص. اخر حاجة هياخد الرطبة كام? ستة لانه هو ست طلاب. فلازم يوصل لأعلى واحد. يبقى الطالب الاولاني حصل على واحد واثنين ونص ستة اربعة ونص اتنين ونص اربعة ونص. بالمثل اعمل لواي. طيب. الواي اقل رانك كام? الباص. هتدي له واحد. بعد الباص في جود. جود وجود. برضو اتنين وتلاتة. يبقى اتنين ونص واثنين ونص. بعد الفيري جود. بعد الجود فيري جود. اربعة ونص اربعة ونص. وبعد كده اخر حاجة الاكسلانت ستة. اجيب الفرق بين الدي. الدي اللي هو رانك اكس ناقص رانك يبقى اربعة ونص نقص اتنين ونص باتنين. اتنين ونص واحد بواحد ونص. اربعة ونص ونص اربعة ونص زيرو. ستة ناقص ستة زيرو. اتنين ونص ونص اربعة ونص ناقص اتنين. واحد نقص اتنين ونص سالب واحد ونص. لو جمعت عمودة دي دوت لازم يطلع زيرو. يبقى اكتب معايا في النص بتاعتك ان الصم الدي لازم يطلع عشان كده بالجأ للدي سكوير الدي سكوير اتنين اربعة واحد ونص يعني اتنين وربع زيرو زيرو اتنين لاربعة اهو يطلع مجموعة اتناشر ونص صفحة مهمة جدا لان انا قلت لك البسط ديت واحد الجود ديته اتنين وتلاتة يبقى معناها اتنين زي التلاتة على اتنين اعملها كده في في تحت في الهنت بتاعتك معناها اربعة وكام وخمسة يبقى اربعة زائد خمسة على اتنين يعني اربعة ونصف والاكسلنت بياخد كام ست يبقى الباسخد واحد والجود مفروض ياخد اتنين وتلاتة اهمة لانه دول طالبين الطالب الاولاني ممكن لانه زي الايه الاول والاول مقرر يبقى ده التاني والتاني ايه مقرر يبقى التاني اتنين والتاني مقرر تلاتة لكن احنا في الاسبيرمان لازم نحط لهم للاتنين قيمة واحدة عشان كده باخد ايه ترتيب الاولاني وترتيب التاني واجمعهم واسمهم على عددهم. تمام? واللي عملته في الاكس اعمله في الايه? في الواي. خلاص. تعال واحد ماينس ستة على ان افتح قوس ان سكوير ماينس واحد يبقى واحد ناقص. اجيب الكسر ده الواحد. ستة في اتناشر ونص على ستة في ستة وتلاتين ناقص واحد. الكسر ده كله يطلع ستة وتلاتين من مية. اجيل منها الواحد يطلع اربعة وستين. اربعة وستين ده ما بين خمسة من عشر التمانية من عشر. يبقى ايه? يعني متوسط. والاشارة مجابة يبقى دايريكت. يبقى دايريكت موتوريت كولوليشن. يبقى المعامل الارتباط بين الماس والاستاتيستيك اربعة وستين من مية. يعني معامل الارتباط متوسط ودايريكت. معناه ايه دايريكت? يعني العلاقة ما بين الماس والاستاتيستيك علاقة طردية. خلاص? ناخد الفكرة. بس نقطر الايه? عدد الطلب. هو بيقول ازا فولونج تابل. جيف زا جريد اف تين ستيودين ان ماس عند استاتيستيك. وعند الستيودين من وان تو سري فور لغاية تين. الطالب الاولاني حصل في الماس على فيري جود وجود في الاستاتيستيك. الطالب التاني حصل على جود في الماس و باس في الاستاتيستيك. الطالب التالت حصل على فيري جود في الماس و فيري جود في الاستاتيستيك. الطالب الرابع حصل على اي اللي هو اكسلانت في الماس واكسلانت في الاستاتيستيك. الطالب الخامس حصل على جود. جي وفي جي يعني جود وفيري جود في الماس وال estemتستيك. الطالب الرابع حصل على يعني يعني جيد. يعنيreesة يعني جيد Just W. يعني very weak. ودابليو يعني ده الطالب السابع. وبعدين الطالب التامن حصل على يعني يعني الطالب التاسع حصل على يعني يعني مقبول الطالب الاخير حصل على WVW يعني وفيري ويك يعني ضعيف وضعيف جدا. هو كالكوليت زي رانك كوروليشن كوفيشن احسب معامل الارتباط الرطب. ال VW يعني فيري ويك. ال W يعني ويك. وال P يعني باس. وال G يعني جود وال VG يعني فيري جود وال E اكسلانت. هعمل الجدوى البتاعي. الجدوى البتاع مكون من عمود. عمود لواي يعني ما هسميه اكس والستاتيستيك هسميه واي. واجيب رانك اكس ورانك ايه? واي. واجيب ال D اللي هو ال different between رانك اكس رانك واي. واجيب ال D سكوير. نيجي نامسك عمود عمود يعني رانك اكس الاول. يعني برتب ال اكس الواحدة. ماليش دعوة بالواي مبرتبش الاتنين مع بعض. برتب الاكس الواحد. الاكس. اقل تقدير في الاكس في فيري ويك. متقرر لا مش متقرر. هدي لوحد. بعد في بيجي الويك اللي هو الضعيف. الويك. الويك دوت معناه في هو الطالب التاني حصل على ويك اللي هو رقم عشرة. هل في طالب تاني حصل على ويك? لا يبقى اتنين. نيجي للباص. الباص كم طالب حصل على باص? ادي واحد اتنين طالبين. اللي هما مفروض يبقوا تلاتة واربعة. تلاتة واربعة كاب زي اللي فات? سبعة. سبعة على اتنين يعني تلاتة ونص تلاتة ونص. بعد الباص الجد. الجد كم طالب? واحد ادي اتنين ادي تلاتة. يبقى تلات طلاب. تلات طلاب معناها. خمسة وستة وايه? وسبعة. لما اجمعهم وقسمهم على عددهم يطلع ستة. طيب بعد الجد كم طالب حصل على طالبين? تمانية وتسعة. لما اجمعهم تمانية وتسعة سبعتاش على اتنين يبقى تمانية ونص وتمانية ونص. اخر طالب حصل على كام? هيبقى ترتيبه الكام? العاشر. او اللي عملته رانك اكس اعمله رانك ايه? خلاص? طيب رانك واي جبته. اجيب الديفرنت بين رانك اكس رانك واي. تمانية ونص نقص ستة ونص باتنين. واتنين زيرو زيرو نقص اتنين ونص نقص تلاتة نقص واحد اتنين سالب نص واحد. خلاص كده. طيب. بعد ما جبت الدي اربع الدي احصل على دي سكوير. هتطلع مجموعة دي سكوير تسعة وعشرين ونص. اطبق الارتو ساوي وان ماينس سكس سام دي سكوير على ان. افتح قوس ان سكوير ماينس وان اقفل القوس. يبقى واحد ما الستة مجموعة دي سكوير على ان في ان سكوير ماينس واحد. او الواحد ما ستة في تسعة وعشرين ونص على عشرة الان سكوير يعني عشرة سكوير يعني مية ناقص واحد. لو جمعت دي دول الكسر ده كله يطلع تمنتاشر من مية. لما شيل من واحد يطلع الار اتنين وتمانين من مية. يبقى معناها دايريكت سترونج. ليه? لان الار فوق التمانية من اين? من عشرة. والاشارة مجابة يبقى دايريكت وسترونج كوروليشن. يبقى معامل الارتباط قوي ما بين الرانك ايه الماس ورانك الايه الاستاتيستيك. اللي رانك اكس ورانك وي. بكده يبقى كده خلصنا معامل الارتباط رانك كوروليشن كوروليشن كوفيشنت. ونلتقى في المحاضرة القادمة مع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا